السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صراحة تأخرنا ولكن كان لزاما علي أنا كمسلم غيرة على حبيبي وعلى ديني أن أرد ولو بكلمات قليلة في أربع نقاط بإذن الله أول نقطة هو أن الإساءة لحبيبنا ولديننا ليست الأولى أبدا فلقد أسيأ لنبينا ولديننا ولن تكون الأخيرة أبدا هذا أمر واضح النقطة الثانية هو أن هذه الإساءة يا سادة لنبينا هي ليست إساءة لنبينا والله ليست إساءة لنبينا بل إساءة لنا فنحن المساء إليهم ونحن المجروحين ونحن المشتومين فلا يمكن لقزم تافه من أقزام الدنيا أن يسيأ لمن رفع الله ذكره وقدره قال تعالى ورفعنا لك ذكرك فالله جل وعلا زك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى زكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى إنا كفيناك المستهزئين فالإساءة يا سادة ليست لحبيبنا فلن تصل لنبينا صلى الله عليه وسلم أبدا الذي يصل للنبي صلى الله عليه وسلم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم هي السلام عليه قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أو داود بسند جيد من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم علي أحدكم رد الله علي روحي فأرد عليه السلام أما شيء آخر فلا يصل للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن لا يمكن أن يضر الصحاب نبح الكلاب ولا يمكن ليد شلاء أن تصل إلى السماء أو ترفع إلى السماء لا يمكن أبدا هذه قاعدة يجب أن يعرفها الجميع ولهذا فالإساءة لنا يا سادة لأننا أم أصبحنا الدول العربية والإسلامية أصبحت متخلفة وراء الركب في جميع مجالات الحياة في الاقتصاد في السياسة في العسكريا تعليميا أخلاقيا حتى حتى يعني من المسلمين أصبحوا يتخذون ممن يسيئون لدين ولنا قدوات ولهذا فنحن أصبحنا كالغراب الذي ضيع مشته ضيعنا ثقافتنا وهوياتنا وضيعنا ديننا حتى يعني فلا يمكن لا يمكن أبدا أن يساءل شيء يعني لو كنا يعني أمة يعني نطبق ديننا ويعني وناس متقدمين ما أسيئ لنا ما أسيئ لنا أبدا ولهذا فالإساءة لنا وليست لحبيبنا النقطة الثالثة وهي المقاطعة هذا المقاطعة سلاح رائع جدا يعني وعطى ثمارة فأنا عندما أقاطع قطعة جبن صغيرة أو أي منتوج فهو صراحة أو فهي هذه القطعة بمثابة قطرة حبر ساهمت في الرسوم التافها والهدف السلاح المقاطعة رائع جدا أحيي جميع الذين سهموا في هذه المقاطعة الأمر الرابع وهي نصيحة يا سادة لابد أن نشهد لديننا شهادة عملية على أرض الواقع كفانة من اللعب يعني تجد مسلم يشرب الخمر مسلم يأكل الخنزير مسلم متبرجة يعني قمة التبرج يعني بماذا أنت مسلم بماذا إن لم يكن الإسلام يعني في القلب وخارج يعني في الجوهر يعني ماذا استفدنا يعني ماذا استفدنا مسلم فقط بالكلام ولهذا وخاصة للناس الجالية التي في أوروبا وفي الدول الغربية يعني الناس لابد أن يساهموا في نصرة دينهم والنهضة به بهذه الأفعال بأخلاقهم بالاجتناب عن المحرمات يعني بالمعاملة الراقية هذا هو المسلم الحقيقي لأن المسلم الحقيقي يعني أعطاه الله أخلاق يعني أعطانا ديننا أخلاق رائعة وكما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الأذب المفرد وعند أحمد بسند حسن إنما بعثت لأتمم مكالم الأخلاق وفي رواية صالح الأخلاق يعني لا بد أن نشهد لديننا شهادة عملية على أرض الواقع وفي الأخير اللهم صلي وسلم على حبيبنا ونبينا محمد اللهم كما آمنا بنبينا وحبيبنا محمد ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى ترزقنا مدخله وترزقنا من يديه الشريفة شربة لا نضم أولنا ولا نرد بعدها أبدا آمين آمين سلام الله عليكم